يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فاستدل بكونه قد خلقهم وخلق من قبلهم وهذا توحيد ربوبية على توحيد الألوهية في قوله اعبدوا فدل هذا على أن توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة يؤمن العبد بوجود الله جل وعلا ويؤمن بربوبيته وهو المتصرف في الكون والخالق له وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ونؤمن بالله إلها معبودا بأن نجعل عباداتنا كلها لله وحده فصلاتنا لله ودعاؤنا لله وتوكلنا واعتمادنا على الله وقد جاءت النصوص بالتفريق بين هذين النوعين من أنواع التوحيد فإن الله جل وعلا في مواطن من كتابه استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فاستدل بإطعامهم وآمنهم على وجوب إفراد الله بالعبادة وكما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فاستدل بكونه قد خلقهم وخلق من قبلهم وهذا توحيد ربوبية على توحيد الألوهية في قوله اعبدوا فدل هذا على أن توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة وقد ذكر الله جل وعلا عن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن ذلك لم ينجهم لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ومع ذلك لم يقبل منهم الإقرار بتوحيد الربوبية لكونهم لم يقروا بتوحيد الألوهية والعبادة والإيمان بالله أيضا يتضمن الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا فكل اسم سمى الله به نفسه نؤمن به ونجزم بثبوته له وكل اسم سمى به رسول الله رب العالمين فإننا نكر بما سمى به النبي أي الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا وإلهنا فإن الله جل وعلا صادق في خبره والله جل وعلا لا يحتاج إلى أن يجامل الخلق وأن يخاطبهم بغير ظواهر معاني كلامه شكرا